صباح الهنة وصباح استعادة على حضراتكم عشر صبح في الاهلي وحلقة جديدة النهاردة الثلاث يارب تبقى حلقة كده يعني مليئة بالأخبار الجديدة والموفقة خصوصاً ان احنا معنا فقرة النهاردة مميزة بصراحة هنعلن عنها بس صباح خير في البداية صباح تقول لي عليكي صباح تقول لي على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان ان شاء الله زي ما نهوان دي بتقول هتكون بإذن دا حلقة مميزة كالعادة هنتكلم من خلالها عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي وهنتكلم في الصحافة العالمية وفي الرياضات العالمية والأهم فقرة هتكون مميزة جداً ان شاء الله ونقدر من خلالها نرقي الضوء على حالة من الحالات الاستثنائية الندرة اللي فيه احترام وتأدير لها من كل الناس على اختلاف انتماءاتهم أسيبنا هواان دي تقول لكم عنا باتكلم بتبقى معاك جداً وأعتقد هي برضو أو نموذج هذه العائلة مش بس الضيفة النهاردة لا هذه العائلة نموذج ليه يعني زي ما ديكي تتكلم كده عن التسام وحطيك تتكلم عن الكارزمة هي العيلة دي بتمثل كده لأنهما عيلة زمال كوية ولكن الاهلي بيحبوهم والزمالك بيحبوهم وكل تقريباً النوادي والجمهور بيحبوهم عائلة قروية جداً يحيى امام اللي كان الجد وحمده امام الابن والحفيد حازم امام كل ده حديث هيكون مطول بشأنه مع دكتورة ماجي الحلواني والسادة الاعلام وعميد كلية الاعلام جماعة القاهرة سابقاً وهي شخصية جميلة جداً نحن نرجع معها بقى بالذكريات وهي عملت كتاب مؤخراً ونجح جداً ومليء بقى بالذكريات والكواليس والكلام عن حازم امام وعن الله يرحمه حمده امام وعايزين نعرف العيلة دي برضو سرها ايه في فكرة زي ما انا كنت ببدأ كلامي عيلة محبوبة جداً كمان من الاهلوية يعني معتقدش في حد اهلوية ما ميحبش حازم امام عشان كده بقولك هي العيلة دي بتمثل حالة من الحالات وفي حالات بس حالاتها ندرة واستثنائية حد زي كابتر محمود الخطيب ينطبق عليها دا الكلام حد زي كابتر حسن شحاتة ينطبق عليها دا الكلام في اسماء كده الواحد بينسى قصادها هو بيمثل ناديه لأ هذا الشخص عزيز ومقدر ومحترم من قبل الجميع نظراً لكتير بقى من التفاصيل مش بس على فكرة الاحترافية او الخرفانة بالتعبير الدارج لأ دا كمان اخلاق حتة السمعة الطيبة ان انت ما تكونش ماتي عنه غير كل خير ما بينتقش عنه غير كل خير فهذا الكلام ينطبق بالكامل على عائلة امام الحية النهاردة ان شاء الله بقى نروح للأهلي وبعثة الأهلي اللي هتتاجه ليه المغرب استعداداً ليه مواجهة كايزر في نهاي دوري ابطال افريقيا يعني اكيد بنقول ربنا يكتب الخير للنادي الأهلي كلنا ثقة في فريقنا انه هو يفوز ونفوز كلنا باللقب العاشر مبارح انا بتابع كده تويتر لقيت ناس كتيرة كانت بقى الحداشر يا اهلي فان شاء الله دا يحصل بس عايزين نوزبر شوية وندعم ونطق في فريقنا ان شاء الله هيحقق هذه البطولة ويرجع لنا بالعشرة انا كنت متقد ان جملة الحداشر يقالي هتتقال بعد انتهاء المباراة وان شاء الله ينتصف فيها على كل الاحوال اكيد هكون حاجة جميلة جدا ان انت تفوز بلقب مرتين على التوالي كلنا طبعا ثقة في فريقنا وفي قدرته على تحقيق الفوز النهاردة بالمناسبة هكون في تدريبات لفريق قبل رحلته صفر رحلته طبعا في صفر الى المغرب وهنتابع اكيد مع كل حضراتكم لحظة بلحظة من خلال شاشة الاهلي كافة التفاصيل والكرام دا هيكون اولا باول يعني مش مجرد تغطية واحدة دا على مدار اليوم ان شاء الله تغطية اكيد مستمرة على قناة الاهلي وزي ما احنا دايما متعاودين نحاول ننقل الصورة حية لحضراتكم بس قبل ما برضو نسيب هذا الملف يعني خلينا نتكلم لان مبارح كان المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز كان في لقاء هاتفي مع احد الزملاء وانا استمعت لهذا الحوار بصراحة وكان بيسألوا المذيع بيسألوا استعداداتكم ايه وهل انتوا مترددين ولا مقبلين ولا جاهزين يعني بيحاول يعرف منه اي حاجة فقال له احنا عارفين احنا الخسم اللي بنواجه واحنا على اتم استعداد وعندنا جهاز فني قوي جدا واحنا عارفين ان الاهلي نادي كبير جدا لكن احنا ما عندناش اي مشكلة ان احنا كمان نلعب لعب في ندية على ارض الملعب وان احنا كمان يبقى لينا فرصة بالخوز سألوا ايضا الزميل قال له طيب انتوا وضعوكوا ايه مع مسلماني وشايفين الدنيا ازاي وهذا المدرب الفني او المدير الفني اللي جي لنادي الاهلي وحقق بطولات يعني وانجازات كتيرة جدا في وقت قصير قال له احنا بنحترم جدا مسلماني لكن وعارفين طبعا عنه ده وعارفين قد ايه هو مدير فني قوي ولكن احنا بنركز اكتر على الفريق والاهلي هو اكيد اللي هيركز اكتر مع مسلماني واحنا عارفين ان هو فريق ومدير فني قوي لكن احنا برضو قد هذا التحدي ده اللي هو قاله فده شيء على فكرة مقبول جدا وما فيهوش اي مشكلة منطقي وكلام موزون وفيه قدر دين من الاحترام وطبيعة الحال لازم يصدر لك برضو احساس الثقة بالنفس وطبيعي ان يكون عندهم ثقة بالنفس فريق زي ما كنا من الكالي مبارح واول مبارح طبعا ما وصلوا للمرحلة دين البطولة ووصلوا للنهائي بقى ايضا هو فريق لا يستهام به ما ينفعش توصل للنهائي بالصدفة لمجرد ان انت فريق محظوظ صعب او الحقيقة هم فعلا يمكن لعبوهم غير متوقعة الى حد ما يمكن ما كانش على ارض يعني الواقعة خصوصا ما عمدش الوداد يعني كان لعب يعني كافة الوداد كانت افضل بكتير ولكن الفوز هو اللي بيحدد برضو فاكيد هم فريق مش ضعيف طبعا حيبان لكن ان شاء الله السبت كلنا هنرفع طيب نكمل كلامنا بقى وانا ما تيجي نتكلم سواء عن قطاع الناشئين قطاع الناشئين عايز اقولك عامل طفرة كبيرة جدا الكريم صحيح وكان يعني كابتال خالب بيبو ليه اكتر من تصريح وهو يمكن تحديدا بقى لان احنا بنتكلم كابتال خالب بيبو صرح لقطاع الناشئين كمان خلاص لكرة القدم عاد مرة تانية وبدأ كمان التدريبات ده استعدادا للموسم الجديد ووفقا كمان للاستراتيجية اللي تم وضعها من بداية الموسم الماضي والتشكيل اللي وضعه كمان مايكل براكتش المدير الفني للقطاع علشان هنا يتم تحقيق التطلعات بقى المرجوة خلال المرحلة المقبلة اكيد وكابتال خالب بيبو كمان كان تحدث اكتر من مرة على ثقة في تحقيق القطاع نتائج مميزة ام مميزة خلال الموسم الجديد واشهد بالروح والجدية اللي ظهر عليها الجميع في اليوم الاول لاستقناف التدريبات ده اللي كانت بعد فترة العطلة الصيفين اللي كلنا اكيد كنا يعني متابعينها فقطاع قوية كريم وان شاء الله يحقق المرجو منه وهو قريدي اثبت نفسه يعني هو مش رسا قطاع تحت الاستكشاف هو قريدي هذا القطاع خرج العديد من النجوم والاسماء على مدار التاريخ والحسة الحد دلوقتي بنتكلم في اسماء بتظهر كوكا ويمكن برضو كنت خلي بيه متكلم عنه احمد ياسر ريان واغيره واغيره فاتكلم واتكلم كمان عن كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واكد انه بيتواصل معاه بصفة مستمرة عشان يطمن دايما على سير العمل في هذا القطاع وكمان عشان يلبي كافة احتياجات هذا القطاع واكد على الدور الكبير للجنة التخطيط في تربية المطالب الفنية للقطاع اولا باول قال كمان ان هناك خطة مجروسة لفترة الاعداد حيتم تنفيذها خلال الايام المقبلة ان شاء الله للوصول بجميع فرق القطاع الى افضل مستوى ممكن ولخوض منافسات الموسم الجديد بكل قوة كمان اشار ان الى التعاون الدائم والمثمر بين القطاع وبين اكاديمية الاهلي وقال ان فيه تعاون كبير جدا بينه وبين الكابتن شطة مدير الاكاديمية من اجل امداد قطاع الناشئين بالمواهب المميزة والمتميزة التي تفرزها الاكاديمية بصفة مستمرة كل التوفيق وان شاء الله كده دايما نسمع اسباق تلمع في الفريق الاول للاهلي اروح مع حضراتكم دراتي على الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية اللي نظم دورة الحكام الاولى في لعبتي الطاولة والدومينوس طبعا للتعريف في قوانين هذه الالعاب واعتماد اول حكام مصريين لادارة مصابقات الاتحاد الرسمية داخل مصر ده مبدئيا وبعد كده التسجيل والاعتماد من الاتحاد الدولي والمشاركة في المصابقات الدولية خطوة جديدة هنتعرف مع حضراتكم على جانب من تفاصيلها من خلال هذا التقرير الاتحاد اللي هو يعني دعمنا ان احنا نبقى موجودين معاه في الاتحاد الالعاب الترفيهية وخلاني ابقى ماسك رئيس لجنة التحكيم احنا ده الخطوة الاولى بالنسبة لنا ان احنا نبدأ نعمل اعداد حكام جداد في لعبة الطاولة والدومنة طبعا زي ما احنا عارفين ان في عدد كبير جدا من الشعب المصري والوطن العربي بيمرسوا اللعبة دي تجدنا على القهوي فقلنا نوجد للناس دي فرصة ان هما يشاركوا تحت مظلة وزارة الشباوة الرياضة يبدأوا يمرسوا اللعبة ويبقى ليها بطولات وبقى ليها نشاط وطبعا مخطط لنا ان احنا نبدأ نعمل اكتر من مكان احنا هنعمل اول حاجة منطقة القاهرة في بعد كده نبدأ نتطرق لمناطق خط ابلي ومناطق خط بحري طبعا كان في عوامل كتير مهمة في اول دورة ان احنا نعرف الاول جميع المشاركين بايه هي انشطة الاتحاد الهدف من نشأته ايه ايه الرؤية الرسالة الخاصة بالاتحاد المصري لالعاب الترفيهية ويركزنا في الاول على اول لعبتين من الالعاب الترفيهية اللي بنظمهم الاتحاد المصري لالعاب الترفيهية ضمن ستة العاب اخرين لكن بدأنا بالطولة والدمنة في هذه المرحلة الفئات الموجودة سواء مثلا اطفال او ناس كبيرة في السن هما شيخوخة يكون عندهم اكتر اكتر فدي حاجة كويسة من الوزران ان هما يهتموا بلعبة زي دي بس من حيث بعد ان احنا دورتنا نحن الحكام وكده احنا طبعا خدنا قواعد كتير طبعا تختلف كل لعبة عن التانية منها مثلا هي قواعد الدومانو وزي بتاعت الطاولة بالذكر بقى الالعاب مختلفة طبعا زي طبعا في اختلاف ما بين كرة القدم وثلة في كل لعبة لها قوانين بتاعتها وحكام بتاعتها المركز اللون بيقيم لخدمة المنتخبات المصرية دورنا ان احنا نقدم كل الامكانيات لكل الاتحادات المصرية وكل الاندية المصرية سواء اقامة او تدريب او عقد دورات تدريبية لكل المشتغلين في المجال الرياضي من ادارة او تدريب او تحكيم المركز لما جهز وطور روعي فيه توفير كل الادوات اللي بتساعد لعملية تدريبية من قاعات محاضرات من ورش عمل من قاعات تدريب مجهزة باحدث المواصفات الالومبية تجهيز الملاعب فبنرحب بأي اتحاد وليد اي اتحاد حديث خاصة ان هو على ساحة المجال الرياضي جديد دورنا ان احنا نرحب بيه ونفتح لكل قاعاتنا يعقد كل الدورات اللي هو فيها كنوع من انواع الاشهار للاتحاد ده دور المركز الالومبية الاتحاد بيتيح لللاعب ان هو ممكن يشارك في اكثر من اللعبة في الاتحاد وحتى للتحكيم كمان من الحق ان هو يشارك في اكثر من اللعبة في التحكيم وده طبعا بيسهل على نشف اللعبة ونشف الالتشاطة اللي نقصة بالاتحاد ونشف الرياضات دي في جميع الحامل جميلة مصر العامل موسيقى جديد موضوع الاتحاد المصري اللي لعب التحكيم يا راه وطاولة انا اعتقد ان احنا بالفترة على الشطار كلنا في الطاولة ايه اللي هتطاولة عند المصريين خلي بالك ده موروث قدير مش محتاجة تدريبات انتا من كتر اعداد الاهاوي فانت عندك ناس حريفة لو فاتحوا باب اللي احتراف في الطاولة تفرجي الاهاوي او البيوت خلي بالك حتى لو بتروح تزور حد في رمضان او في العادي تلعب طاولة فيعني ده في رمضان كتير من المقاهي كان زمان على القلب مش عارف الكلام ده لسه موجود ولا لا كان بتعامل دورات رمضانية في الطاولة وتبقى تقطيع بكلهم محترفين كل المتنجسين حريفة صحيح خلينا بقى نروح مع حضراتكم ليه رياضة اخرى وهي التزلج بانواعه المختلفة وهو مفروض واحد من الابرز الهويات المفضلة لده الشباب تحديدا هذه الفئة يعني بيتطلب اكيد لياقة خاصة وعايزين نعرف بالزبط ايه كمان انواعه لانه في كذا نوع من انواع التزلج خلينا احنا نتابع التقرير ده ونرجع نكامل موسيقى جايين هنا بنلعب رياضة مختلفة شوية عن بقية الناس احنا بنلعب رياضة خطر وفي نفس الوقت ممتعة فدي اجمل ما في اللعب عندنا فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نستغل الوقت الفاضي اللي احنا فاضين فيه او بنخصص وقت مخصص للرياضة دي بحاجة مفيدة بدلا ما احنا عميين نضيع وقت في حاجات ملهاش لازمة فبننزل نحرك جسمنا ونحرك اجازتنا الحيوية اللي جواه هي رياضة انتشرت مؤخرة في مصر وكانتش موجودة قبل كده او بمعنى الصح ما كانتش منتش منتشرة قبل كده بدأنا نعرف بعض ان احنا بقينا ننزل في الشارع نجر في الشارع نعمل كروزن في الشارع والناس بدأت تسألنا بقى انتو بتلعبوا من دقي وبتلعبوا فين وتعلمتو ازاي وهكذا احنا بدأنا نساعد الناس ان احنا يقولنهم الاسكيت دي عبار عن ايه وجايبينه منين وانواعه ايه وهكذا والله بصي وانا بدأت من ست شهور تقريبا اول حاجة انت تتعلمي الماشي وكذا وازاي تمشي ازاي توقعي ازاي تعملي بريك وحاجات دي واحدة واحدة بتبدأي تجري بتبدأي تتعلمي الجنبات وتتعلمي الحاجات دي كلها انا بدأت الاسكيت من انا عندي 18 سنة كان هواية مع صحابي ولقيت رياضة مفيدة جدا كانت تبقى هتمنة باللياقة دايما فهي لقيتها الرياضة بتهتم باللياقة بتعلي اللياقة جدا مشتطي اللعبة كنت شوفتهم في مكان الاول وبعدها قلت لبابا وبابا نزل معايا وجدنا الاسكيت الكميونيتي هنا حلوة واحنا يعرفت ناس اكتر بعد ما كنت معكلمش حاد في طبيعي وكانت تجربة زريفة يعني انا اولا بدأت ماليس الرياضة ولان بدأت اعرف ان في جروبات وكذا وفي عادة بدأ يزيد فتحمست اكتر ان كنت بالعبة زمان وصغيرة بس كا اطفال فكان شبه لعبة كده عادية زي العجل وحاجات دي بس بعد كده بقى لما لقيت مكبرت ولقيت في جروبات وكذا تحمست اكتر ان كان نفسي اترجع للعبة تاني بس لما لقيت في بنات وفي جروبات كبيرة تحمست اكتر ان انا على العرب بطا الموضوع ينتشر جدا في مصر شوفت بقى على الفيسبوك لازم في كل محافظة جروب بينزل وفيديوهات جميلة تخلي الواحد اللي هو يتحمس للعبة فطبعا افتكرت اي ما كنت بالعبة وانا صغيرة حنيت جدا بقى وقلت لازم اعجبها لا انا ابتديت سكيتمين زمان جدا بس طبعا ما كانش فيه تيم زي دلوقتي فالموضوع كان اصعب كتير لكن دلوقتي الموضوع بقى اصل كلنا بينتين بننزل كل يوم بس هي دي الفكرة هو اللي علمني ازاي يمشي بالسكيت هو اللي علمني ازاي ينزل بالمنزل هو اللي علمني كل حاجة في السكيت مغاية معرفة تلعب ويبقى يوديني كمان العب سكيت وانا بقيت وروح العب سكيت لوحدي فيه حاجات بتبقى صعبة بالنسبالي زي ان انا اعمل جوم وعمل باك وحاجات كتيرة يعني فانا لما ببقى بلعب يعني بقى حاول ان انا اعمل مجهود على قدام ما نقدر لحد دا ما اتعلم اهلا بكل حضراتكم مرة تانية عودة من جديد دي عشرة صفحة الاهلي وتعالوا بقى عشان نتابع مع بعض اخبار النادي الاهلي وكل فرق والمختلفة وكافة ما فيه من انشطة مع عزمنا العزيز فاروق صلاح مرسلنا الجميل المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة فاروق صباح الفل عليك متفضل احنا سمعينك صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا متوجدين حاليا في استاد مختار التيش واخر استعدادات فريق النادي الاهلي قبل التوجه والصفر الى المغرب وبالتحديد الكازابلانكا لمواجهة فريق كايزر تشيفز في المباراة النهية لدور ابطال افريقيا ان شاء الله كل لعاب النادي الاهلي محملين بدعوات اكثر من 80 مليون اهلاوي داخل مصر وملايين الجماهير خارج مصر ان شاء الله لمسندة ومؤذرة لعاب النادي الاهلي في هذه المهمة اللي ان شاء الله لعابة النادي الاهلي هتكون على قدر المسئولية ان شاء الله قادرين على تحقيق البطولة العاشرة بمشيئة الله كريم ان شاء الله ومبدئيا كده يعني ايه الكلام اللي انت ممكن تكون سمعته مثلا لو كنت صادفت اي احاديث جانبية بين اللاعبين الحالة المزاجية الحالة المعنوية حجم الثقة انعكاس النتائج الايجابية اللي طبعا شفناها والاداء الممتاز اللي شفنا من خلاله لعابة النادي الاهلي في اخر كم مباراة اكيد الكلام دا يبقى له انعكاسات وايادن بيضاء على الحالة المعنوية فانت لمست ده بنفسك فاروق واضحة كريم ان انت لمست نقطة في غاية الاهمية بالنسبة للاعبين وفعلا الحالة المزاجية والحالة النفسية لللاعبين في ظل الاداء الاكثر مرة للفري في الفترة الاخيرة سواء مباراة سموحة مباراة المقاولون العرب مباراة المباراة الاخيرة امام فريق مصر المقاصة لحالة التركيز اللي عند اللاعبين ايضا احساسهم بمهمة المباراة المباراة النهية امام فريق كايزر شيفز المعنويات عند اللعيبة المختلفة للدنيا مرتفعة ايضا الجهاز الفني وحالة الثقة اللي عند مستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني كابتن ساد عبد الحفيز مع اللاعبين طبعا عقب المباراة الاخيرة مباراة مصر المقصة وفوز النادي الالي بربعية على فريق مصر المقصة مستر بيتسو موسيماني منح اللاعبين راح لمدة 24 ساعة كانت بالامس النهاردة الفريق خلاص بيستعد صفحة الملف المصري والدوري المصري بنبدأ نفتح ملف الافريقي والمباراة الافريقية والمباراة منها امام فريق كايزر شيفز مستر بيتسو موسيماني فذي الاثناء كان عقد منذ لحظات محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث على اهمية المباراة والوقوف على بعض الامور يعني اللاعبين خلاص هنقفل صفحة الملف البطولة الدوري المصري عندنا بطولة جديدة هننسى ان احنا حامل اللقب احنا مطالبين بطولة جديدة لازم نكون على قدر طموحات جماهيرنا وانحقق البطولة العشرة بمشية الله انا عارف ان كلكم عندكم حالة من الشغف ان انتوا حققوا البطولة العشرة لكن ان الشغف عندنا اكتر ان انا حقق البطولة التانية ليه على التوالي مع النادي الاهلي طبعا على هامش هذا الامر يعني وانحنا بنتكلم على البطولة الافريقية طبعا الاتحاد الافريقي بيخطط ان شاء الله ان هو يكرم النادي الاهلي فيه على هامش المباراة المهية مباراة كايزر تشيفز اللي تقام في المغرب بكازابلانكا لان يعني باحتفال بليوبيل الفض لدور ابطال افريقيا مع تعديل مسماء الجديد والنادي الاهلي كاكثر الاندية اللي توجد بدور ابطال افريقيا بالمسماء الجديد بسبع بطولات طبعا ويسبقهم بطولتين بطولتين اثنين وتمانين وسبعة وتمانين لكن النادي الاهلي على هامش المباراة الفريقية او المباراة مهية امام كايزر تشيفز هيتم تكريمه على هذا الامر خلينا اقولك برضو كريم الحالة النفسية عند اللعبين اللعبة خلاص في حالة من الحالة المزاجية الامور مرتفعة في تركيز شديد من اللعبين مستر بيتسو موسيماني زي ما قلنا بيعقد المحاضرة مع اللعبين طبعا هو خلال يعني اليوم الامس يعني اللعبة او الجهاز خدوا راحة مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع موسي ويوشا محلل الاداء وتفرج على اغلب الفيديوهات واغلب المتشاط الخاصة في فريق كايزر تشيفز وقف على نقاط القوة والضعف في فريق كايزر تشيفز وبالتالي هيبدأ يخطط بقى لازاي مواجهة فريق كايزر تشيفز في هذه المرحلة المقبلة طبعا فريق مش عايزين نحن ننوه لنوطة ان الجماهير تستسهل فريق كايزر تشيفز ودي من الامور اللي كان بيركز على الكابتن ساد عب حفيز في كلامه معنا او الكابتن سامي اومسون او المستر بيتسو موسيماني ان فريق طالما وصل للمبارمية فريق كبير جدا على قدر الاهمية فريق النوة لازم تعمله الف حساب ودي النقطة المهمة جدا اللي بيركز فيها لعبة النادي الاهلي خلال لحظات يا كريم هينطلق تدريب النادي الاهلي عايز برضو اطمنك على الحالة الطبية للعبين ان شاء الله يعني سلبية مسحة لعبة لعبة النادي الاهلي كانت اجريت معذرة كانت اجريت للعبين والافراد الجاز الفني ان شاء الله الاهلي كامل العدد هيتوجه الى المغرب الى كازابلانكا ان شاء الله الفريق هيتمرن تدريبه اليوم على استاد مختار ثم هيتوجه لمطار القاهرة الاستقلال الطائرة ومنها التوجه الى كازابلانكا الى المغرب هيكون الصفر في تمام الساعة الرابعة عصرا بمشية الله ان شاء الله لعبة النادي الاهلي تكون على قدر المسئولية ويحققون البطولة بمشية الله طيب يعني فاروق طبعاً أنا بصبح لك مرة تانية وخليني أعرف أنت هتكون مع البعثة ولا لا وفي نفس الوقت أنت اللي هتغطلنا من هناك علشان بس بردو نبقى عارفين لا بإذن الله الزميل العزيز كريم أحمد يعني إن شاء الله أيقورة التفاؤل وإقورة السعادة في النادي الأهلي زميلنا العزيز كريم أحمد إن شاء الله يكون موجود ويرجعوا مكلاليلي إن شاء الله بالانتصار كريم يا نهوانده يكون موجود معاكم إن شاء الله على مدار التغطية إنه يغطي رحلة النادي الأهلي إلى المغرب وإن شاء الله زي ما رجعونا ببطولة السوبر من قطر بمشية الله يرجعونا بالبطولة العاشرة بمشية الله من كازابلانك إن شاء الله وحنتابع مع زميلنا العزيز ومنشكرك جداً على التغطية دي يا فاروق شكراً أنا بقى حاجي لك النادي كانت شوية يستنيني شكراً لي ربنا يطمنوا والله كلام جميل وكلام مججع ومطمئنوا ربنا إن شاء الله يعني يكرمهم يوصلوا بالسلامة بإذن الله ويعودوا سالمين غانبين منتصرين ومحملين بالنجمع العاشرة أنا نفسي نيجي يوم الحد ونقول صباح النصر إن شاء الله بجد يعني دي أمنية إن شاء الله خلينا على كل حال نروح دلوقتي لمريم ساميح مرسلتنا العزيزة وجريدة الجمهورية ونتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع حيكون معها ضيفنا العزيزة الأستاذ حسام الغرباوي النقل الرياضي يا مريم صباح الخير عليك بصبح عليك طبعا بصبحنا على ضيفك وسمعينك تفضل صباح الفل عليك يا نهوان بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل جريدة الجمهورية وزي ما أنت قلت يا نهوان هيكون معنا خلال هذه الجولة طبعا ضفنا العزيز الأستاذ حسام الغرباوي النقل الرياضي بالجريدة الجمهورية ولكن خلينا الأول يعني نفكر مشاهدينا أو نقول لهم على عنوين الأخبار اللي هتكون معانا على مدار هذه الجولة البداية من اليوم السابع كشف حساب موسماني أمام كايزر تشافس في 18 مباراة قبل النهائي الإفريقي ومن الجمهورية أونلاين حكم نهائي أم أوروبا يورو 2020 أغنى حكم في العالم ومن جريد الشروع العنصرية تظهر وجهها القبيح مجددا ضد ثلاثي منتخب إنجلترا وأخيرا عنواننا من صحيفة الشرق الأوسط أولمبياد توكيو ينجو من سلسلة مطبات ويقترب من الانطلاق في أجواء مضطربة طبعا هيكون معانا ضفنا العزيز الأستاذ حسام الغرباوي علشان نناقش معاه عنوين كل هذه الصحف طبعا مصبح لك يا أستاذ حسام دائما منورنا ومشرفنا في عشرة صبحة في الأهلي البداية طبعا يعني يمكن كشف حساب موسيماني خلاص أيام قليلة جدا بتفصلنا عن نهاية أفريقيا إن شاء الله يعني نحقق في النجمة العشرة ولكن عايزة أتكلم شوي عن مواجهة موسيماني يمكن قبل النهائي واجه كايزر تشافز يمكن 18 مرة سواء أثناء قيادته لسانداونز أو سوبر سبورت يونيتد يعني 18 مباراة كان حقق فيها موسيماني سبع انتصارات وستة عدلات وطلق خمس هزائم فقط عايزين نتكلم شوي هل ده يمكن يدي نوع للطمأنينة للجهاز الفني إنه موسيماني يمكن يكون حافظ الفرقة يدي نوع من الطمأنينة برضو للعيبة والجمهور ولا حالتك شايف الموضوع ده إزاي طبعا شيء طبيعي إنه هو طبعا بيضيف شيء من الراحة النفسية عشان يقدر الجهاز الفني اشتغل بشكل مركز بشكل فيه تركيز أكبر غير ما بيكون الجهاز الفني معه مدير فني مش فهم أو ما قابلش الفريق ده قبل كده أو ما قابلش مثلا أندية أفريقية بشكل متنوع فده هيخليهم يقدر أنه هو يحط خطة متوازنة بعد دراسة الفريق المنافس بشكل قوي وهو ده بصراحة المتوفر في موسيماني لأنه طبعا سوبر سبورت دربوا مع سانداونز وقابل كايزر تشيفز كتير فأكيد حافظ طريقة اللعبة وإن كان طبعا شيء طبيعي إنه معه بمرور السنين اللعبة بتتغير بيضاف طبعا عناصر جديدة إلى جانب أن المدير الفن الجديد ستوارت باكاستر طبعا هو لسه ماسك الفريق تشيفز يعني تقريبا من شهر أو ما يقرب يعني من الشهر الماضي فشيء طبيعي أكيد ليه أفكار تانية أكيد معرفش الفريق اللي معك وزوئين كان طبعا أكيد أكيد يعني مثلا دارس اللعبة اللي معاه عناصر اللي ممكن يعتمد عليها أوراقه الربحة ولكن طبعا هديها تبقى في صالح موسيماني لأنه هو طبعا هيبقى مع الأهل طبعا ما شاء الله يعني حق أكتر من انتصار في شهور قليلة جدا عندنا كاس مصر البرونزية دوري الأبطال السوبر كل ده مدي دفع معنوية كبيرة جدا وتفوق بالعقل وبالورا والألم ليه موسيماني ولكن طبعا كرة القدم مش عايزة يعني تعتمد على النتائج السابقة السابقة وأنه احنا يبقى فيه شيء من الارحين انه احنا خلاص خدنا البطولة وان شاء الله بإذن الله احنا هنبرك للأهل ولكن أهم حاجة وهو ده اللي في موسيماني برضو انه هو بيحترم المنافس وبيحترم الخصم للقصد وبدرسه كويس وهو ده اللي هيدي الجهاز الفني أفضلية وقوة بدليل ان موسيماني بيفضل كتير جدا انه هو يسافر بدري عشان يبقى الأجواء وميزة أجواء المغرب كمان هي قريبة من مصر غير سان دونز ممكن تأثر عليه فده تعتبر فيه كافة موسيماني إلى جانب حفظه للفريق تاني حاجة انه هو طبعا حط التدريب للفريق في نفس معد المباراة الجماهير اللي هناك أو الأجواء المغربية قريبة من مصر فده هيبقى دافع لنا كبير جدا فده كل ده لازم ان احنا بقى الفريق أو الجهاز الفني يستثمره بحيث ان يخرج بالفوز ان شاء الله شرط احترام المنافس ان احنا نركز على اهم العناصره منه وزي مثلا هو نور فيتش اللي هو طبعا المهاجم الفريق المنافس من احد العناصر المهمة جدا ازاي ان احنا نواجه كل ده بشكل قوي بشكل يليق بمباراة همه جدا ولازم ده يكون اكيد مسلماني عمله اللي هو الدفع النفسي اللي احنا يا جماعة ان شاء الله احنا هنفوس شرط الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني ان شاء الله حتى يخرجوا بالمباراة بالفوز ان شاء الله طبعا يعني نهائي امم اربا يورو عشرين عشرين كانت كل انظار العالم او عشاق كرة القدم يعني كانوا متابعين لهذه المباراة او النهائي كل الناس كانت عندها فضول تعرف عن الحكم وهو الحكم الهولندي بايرن كوبرز البالغ من العمر 48 عام يمكن هو اغنى حكم كرة قدم في العالم بطروة تتجاوز 12 مليون دولار وكمان عنده سلسل السوبر ماركت في هولندا وبلديكا وكمان عنده صالون يعني للتصفيف الشعر يعني تعليقك على الخبر ده يمكن كل الناس كان عندها فضول تعرف وكمان الصحف يمكن جابت اخبار هو طبعا خبر طريف جدا هو بيأكد هم اصلا الاوروبيين والاجانين بيحبوا الرياضة يعني احنا منشوف عندنا مثلا في البلاد العربية او البلاد القريبة مننا بيبقى طبعا مكون رقو الأعمال وعندهم لكن بيبقى مشغول جدا بيبقى الرياضة شبهة مش في باله حتى ما بيمارسهاش لانه طول الوقت بيشوف بيدير منشآته ولكن الاوروبيين تمال بيحبوا الرياضة في كل حاجة يعني وده على فكرة ممكن اللي هو بيديهم كمان غير الليقة البنية الليقة زهنية لإدارة أفضل طبعا هو حكم دولي من 2006 اضور كسير من المباريات الهمة منها هو اول هولندي طبعا يدير الليān ايروروبي وكان قبل كده اضور برضو ايطاليا وانجلترا تقريبا سنة 14 في كاس العالم وكان برضو حكم لمصر ايروبي evaluى فيه 18 لما اطلعنا من المونيليال فهوه طبعا شئ طبيعي ان ده دليل نARON يلا passé لانه ليه تاريخ كبير م هواش بس رجل أعمال أو تاجر ودي طريف أن احنا أول مرة نشوف شخصية أو حكام ليهم اهتمامات تانية وفي نفس قوة النجاح يعني هو حكم قدر يدير مبارا بشكل كويس وفي نفس الوقت هو رجل أعمال كبير وإحنا نتمنى نشوف طبعا حكامنا كده في مصر بإذن الله بنفس القوة المهنية في البصات الأخضر وفي حياتهم الخاصة إن شاء الله إن شاء الله تلتعنا وإننا النهاردة يمكن بنتكلم عن العنصرية للأسف استهدفت ثوليتي المنتخب الإنجليزي ماركوس وسانشو ويوكايوساكا بعد اهدارهم لركلات الترجيح في نهاية كأس أوروبا واللي كمان كان ما بين إنجلترا وإيطاليا يعني أستاذ حسام عايزين نتكلم عن ظهارة العنصرية وربط الجمهور ما بين العنصرية أو الجانب الإنساني مو بين لو لاعب أخفق في ركلات ترجيح أو ما كانش موفق في مباراة طبعا أنا بعتبرها فيروس العنصرية فيروس لازم إن إحنا نحربه من خلال التوعية وإحنا المفروض إن إحنا قبل على مستوى العالم لازم بقى فيه توعية قوية جدا إعلاميا عشان تهيئة النفس الروحي لأن الرياضة تخلقت عشان تدعيم الروح المعنوية أصلا لأن شيء طبيعي لازم حد يفوز ولازم حد يخسر ومش اللي بيفوز وما فيش فريق بيفوز دايما أو فريق بيخسر دايما فشيء طبيعي لازم اللي بتعاد عن الشحن المعنوي السلبي اللي تمال لبعض الإعلام بيقوم بيه وكانت النتيجة إحنا شفنا اعتداءات وشفنا ضربه وشفنا قصة كبيرة جدا لدرجة إن فيه فيه اعتقالات وصلت تسعة وربعين شخص في إنجلترا طبعا دي إحنا أول مرة بصراحة نشوف ده وده أكيد طبعا لقدره ممكن يتنقل طبعا لبعض البلدان خاصة بعض البلدان العربية أو الأفريقية لأن أصلا عندهم الشحن والحامية لكل فريق بشكل كبير جدا وده طبعا إحنا بنرفضه تماما تماما وده لازم هيبقى الإعلام والقوانين تدعم ده بشكل في مراكس الشباب في الأندية في التلفزيون في ندوات لازم الاستمرارية ما نقطعش لإن إحنا ساعات بنفكر الناس خلاص إحنا في في سنة واحد وعشرين إن ما فيش أصلا خلاص الناس اعتادت وإن الروح لأ لأن الإنسان بينسب وتحت الضغط حب فريقه ممكن تحصل كارسي إحنا تقريبا كان فيه في مرة أحد المنديلات بس أنا مش بتذكر بالضبط يعني كان إيه فيه كان فريق كوبا تقريبا كان اللاعب أهضر بنالتي تم يعني إطلاق النار عليه وتم قتله في ساعتها طبعا دي نتيجة حاجات كتيرة جدا لازم إن شاء الله نحاربها من خلال الدعم المعنوي ورفع الروح الرياضية لجميع المشاهدين والجماهير لأن ده هيساعد على عودة الجماهير بشكل كامل كما نتمنى في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي أستاذ حسيم يعني أخيرا أولمبياد توكيو خلاص أيام قليلة بتوصلنا عنها يمكن عشر أيام تحديدا يوم 23 يوليو الافتتاح أولمبياد توكيو كان حواليها كثير من الاضطرابات كان ما بين المنعة أو إقامة الأولمبياد برضو في يعني يمكن حطين حواجز كتير جدا على اللاعبين المشاركين أو على العدد المحدود من الجماهير هل شايف أن كل هذه الأجواء هتؤثر بالسلبة والإيجاب خاصة الناس كتير جدا يعني مش متفقلين لأولمبياد توكيو في ظل هذه الظروف طبعا هو مش هتأثر بالسلبة هو يبقى بس نسبة الألة هتبقى كبيرة جدا التخوف كبير جدا أولا بسبب جائحة كورونا وهيبقى طبعا أكيد القائمين في اليابان على البطولة أو الدورة الجديدة هيبقوا خايفين من الفشل ولكن طبعا اليابان بلد متطور جدا وهيقدر يواجه ده خاصة أن هما كان من بلاد يعني عدد اللي اتصابوا 15 ألف ما يقرب يعني ولكن اللي هو التخوف من حاجة إيه أن هما مازال أن مش كل الناس اللي كان مفروض أن هما يتموا تطعيمهم ما فيش غير 15% تقريبا فقط لغير فده عمل لهم شيء من التخوف شوية خاصة أنه الدورة هيبقى فيه ما يقرب من سبعين ألف البعثات كلها ما يقرب من سبعين ألف فرض هيبقوا في اليابان ولكن طبعا ده هيبقى ليهدي شوية القصة أنه أكيد فيه الإجراءات الاحترازية القوية جدا أكيد جميع البعثات تم تطعيمهم وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للسفر والوجود هناك طبعا إلى جانب أكيد القواعد اللي تم وضعها من خلال ما فيش هتاف ما فيش سلام الالتزام التام وهو ده اللي هنرجع برضه للتوعية الإعلامية المفروض أن الجميع خاصة بعثاتنا إحنا اللي مفروض ألتزم بمكاني لأن فيه ناس بتفكر يعني إيه المشكلة أما أروح مثلا من الغرفة دي الغرفة لا الغرفة ممكن يحصل كرسة ممكن يحصل حد يصابه لو حد تصاب سواء لاعب أو أحد المشجعين أو أفراد البعثات ممكن تحصل كرسة البعثة كلها وساعتها هينهار مليارات ما يكره من 15 مليار دولار اليابان يعني كلفت الإعداد الدورة واستقبالها إلى جانب طبعا بقى بسبب كورونا إن فيه 2.5 مليار أضافوا على كاهل اليابان وهو ده من ضمن الحاجات برضه اللي كانوا بيفكروا إن هم ده يعني يلغوا البطولة وده بعد كمان حتى الضغط الشعبي كمان كان رافض القصة دي تماما ولكن خلاص يعني الأمور تزبطت وهما بيسعب قوة كبيرة جدا هما يخرجوا بالبطولة بأفضل شكل ممكن وهو ده اللي نتمنى شرط التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية القوية ونتمنى طبعا مصر تحقق أكبر عدد ممكن من الميداليات إن شاء الله إن شاء الله بنتمنى التوفيق لكل المشاركين في أولمبياد توكيو بشكورك جدا طبعا أستاذ حسامنا وردنا وشرفنانا على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا دي كانت جولتنا الصحفية وتحليلنا كمان لكل العنوين اللي كانت موجودة النهاردة معانا من مختلف الصحفة الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل جاريت الجمهورية بشكوركم جدا العودة للستوديو مرة تانية واحدة مشكورة جدا ومبسوطة منك عشان أنت يواخد بالك والإجراءات الاحترازية ورد ماريب شكرا لك على هذه التغطية وشكرا لإسمانا العزيز جدا فاروق صلاح أيضا شكرا لكم لم تلمس كرة القدم بعد لم تسجل أو تصنع ولم ترفع الكؤوس والألقاب على منصات التتويج كحال كل نجوم ومشاهير اللعبة ولكنها أصبحت ما بين ليلة وضحاها من أهم رموز المنظومة الرياضية الكروية نظرا لكونها أما عظيمة لأسرة كروية تميزة بالاحترام وكان ولا يزال عنوان حياتها النجاح هي الدكتورة ماجي الحلواني فلماذا صنفت بأنها شخصية ناجحة ولماذا أحبها وقدرها مجتمع كرة القدم في مصر الدكتورة ماجي الحلواني هي زوجة الراحل الكبير كابتن حماد أمام ثعلب الملاعب المصرية ووالدة حازم إمام الثعلب الصغير استطاعت أن تجسد نجاحها الكروية في نجاح زوجها ونجلها الذين يتمتعان بحب واحترام جميع الجماهير المصرية دون النظر إلى انتماءات مختلفة إلى جانب ذلك فهي سيدة نجاحة في عملها أستاذة جامعية بكلية الأداب جامعة القاهرة ترأست عددا من المناصب المهمة حيث عملت كعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولجنة وضع معايير الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي والعالي كما عملت كعضو في لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة ونائبة رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات في الفترة بين 2003 و2007 حبا في عائلة إمام أطلقت الحلواني كتابة يوثق تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيقة بنادي الزمالك فالكابتن يحيى أمام هو أول أفراد عائلة إمام الكروية وبعدها الابن الثعلة حماد أمام ثم الحفيد الإمبراطور حازم إمام لتروي تاريخا كبيرا وحكايات عاشتها كداعم لاستكمال نجاح عائلة إمام في الملاعب والرياضة المصرية والعالمية باحتراف نجلها في إيطاليا لتصبح حقا إمبراطورية إمام الكروية مرحب بحضراتكم ومش هنتكلم بقى كتير يمكن التقرير كل حاجة ممكن نقولها في الأنترو لكن لسه للحديث بقية وعايزين نروح كده لتفاصيل كتير جدا خلينا بس نرحب في البداية بدكتور ماجي الحلواني هذه الشخصية وهذه الإمرأة زي ما تكلم التقرير اللي هي صاحبة هذه الإمبراطورية إمبراطورية زمالكوية ولكن معشوقة من جميع الأندية وجميع الجماهير الحقيقي إحنا سعداء إن هي تكون معانا في قناة الأهلي سعيدة الله جدا إن أنا موجودة في القناة الجميلة بطرية من لبسة أبيض أبيض فأحمره حلقة منورانة أسعد فينا بوجودك معانا النهاردة أهلا بحضرتك نورة مش بس البرنامج منورة خلافة الأهلي الله يخلي وطبعا يعني الكلمة اللي اترددت أكتر من مورة في حلقة النهاردة سواء على الثاني أنا ونها والد أو حتى في التقرير والطبع في الحال كل الأهلوية والزمالكوية عارفينها هي علاقة المودة والاحترام يتمتع بيها عائلة بالإمبراطورية إمام من قبل الجميع أهلاوي وزمالكاوي كبير وصغير ودي حالة مش بتتكرر كتير مع نجوم كرة القدر شعلا فعايزين نعرف لحضرتك تفاصيل هذه العلاقة المحترمة وحتى لو حاولنا إن شخصا الأمور عشان بس نقرب وجهات النظر ما تيجي نبتدي بالعلاقة الطيبة اللي كانت بتجمع بين كابتن حازن كابتن حمادة إمام وبين كابتن صالح سبيل أكيد يعني فعلا حديثك أشرت نقطة مهمة جدا ورد تعود هذه العلاقات الطيبة بالذات كمان بين الجماهير يعني مهمة جدا الجمهوري بمستوعب هذا علاقة حمادة بكثير من القيادات في الناج الأهلي يعني منهم على سبيل المثال طبعا كابتن صالح سليم وكما قال يعني أنه كابتن صالح كان دائما التواجد في ناج الزمالك لزيارة كابتن حسن حلمي كان يتواجد لزيارة كابتن حمادة كان حلاقة جميلة وطرم أبين حلاقة صداقة وكان دائما يدعب حمادة يقول له عايزين حازن بقى عندنا حمادة يقول له أبدا عائلة سليم ما بتجيش قالت في الزمالك وقالت إمام حطراش الأهلي يعني مدعبات جميلة كده هاشير برضو العلاقة طبعا جميلة كابتن الخطيب رئيس الناج الحالي وعلاقته في السراء والدراء يعني حضر فرح عازم وإحنا حضرنا فرح بنته طبعا في الدراء بلا محمد توفى الحية هو وجميع قيادات الأهلي اللاعبين كانتواجد في الوفاة حتى المقابر دي يعني موجود معانا فلا أنساله هذا الفضل يعني عايزة برضو كابتن طارق سليم الراحل الكريم تخيل هادتك أن يوم الوفاة يعني حمادة توفى مثلا ثلاثة بعد الظهر كان عندنا ساعة أربعة بالكرسي ومش قادر طبعا هو كان وحازم نزله تحت يعني يا كابتن خلاص ترخيرك لا يمكن تلع لجاية حمادة وقب الجبينه ويعني طبطب عليه وجيه برضو العزة يعني الرقية في الأخلاق والاحترام راحل الكريم كابتن عادل هيكل ده كان بقى دفعتي بس إحنا حصلنا لأنه دايما الرياضين ساعة يتأخروا في التعليم شوية فبقيتنا معاه يعني فاستعان بينا بقى أنا كنت الأولى على دفعتي فبقيتنا نديله بقى المراجع والكتب وظلت إلى النهاية يقول الفضل يرجع لمجل حلواني اللي نجحتني في قسم الصحافة مع أنا في قولية الأداب يعني كابتن مثلا ميمي الشربيني بحبه جدا لأنه هو اللي أعطى للحازم السيد كده وأسماء كبيرة في اللعب الإمبراطور يعني في تعليقاته بعميلة التعلم الصغير نايس يكلمها تكورة ساعة حتى كنت أتخانق مع حمادة مش هتخانق يعني أقول له يعني كابتن الشربيني بيديله حق وديله أنت شوف حمادة كان يحرق يقول لي أنا ابني مقدرش أعبر بالحفاوة دي زي كابتن الشربيني فكان بحبه جدا في تعليقاته اللي فعلا أدى الحازم فيها يعني فوق حتى ما يستحق الحياة إمبراطور والكلام الجميل لا هو كابتن حازم يستحق صراحة يعني بجد من الشخصيات اللي عندها كرجمة داخل الملعب وخارج الملعب فعلا شخصيات كابتن شبير برضو لأنساله كلمة يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام الجميلة دي فكابتن سمير زاهر الله يرحمه رئيس التحدي عملت معه طبعا كنت عضه في التحدي كرة القدم وهو اللي اخترني شخصية جميلة جدا يعني صديق عزيز لحمادة وكان وضفعة واحدة في كلها الحربية فأنا صديقة لزوجته طبعا بكتورة فاكمة القليني فمجموعة الحقيقة يعني مش عايزة أنسى من الشخصيات الجميلة طبعا من جيل الحالي بقى أحب جدا كابتن عماد متعب مثلا زميل حازم حاليا في قناة يعني الرياضية لعب جميل ومهزب وحتى افتع حميلاته تحس متوازن عمل كده يعني فمجموعة كبيرة بقى فده اللي الحقيقة زي ما الأهلوية بيحبوا قيلة إمام برضو احنا زمالكواني نحب مجموعة المحترمة الجميلة طبعا شخصيات لا يمكن طبعا لأي نادي يعني صحيح هروح مع حضرتك معلش أنا يعني إحنا خطفنا كده من نص كان لازم نبدأ طبعا بالعلاقة الجميلة ما بين عيلة إمام الرموز الكبيرة في النادي الأهلي لكن أنا عايزة أبدأ بقى بدكتور ماجي والله يرحمه محمد إمام والتعارف أصلا حصلت عايزين نسمعها في قناتنا وكنت مترددة في الأول برضو ترتبط بلعب كورة ولا لا أحياتهم برضو صعبة يعني خليلا نعرف أنا الحقيقة بحب زمالك من وانا طفلة يعني فكنت بحب طبعا الناجي وبحب أروح المباريات فكلنا في الجمعة أربع زميلات إحنا صديقات اتنين أهلوية واثنين زمالكوية بنروح مع بعض بتقزمة مظلوطة أنا ودكتورة مونة الحجيدي الأستاذة بكلية الأعلام زمالكوية وبنروح مع والدها الدكتور الراحل سعيد الحجيدي وكابتن والصديقتين التانين مدام سلمة الشمعة الإعلامية الكبيرة ومدام نيلي شاهين أخت اللعب زمالك الحرس المرمى شاهين تخيل بقى هو زمالك يعني والعيلة بتاعته كلها أهلوية وكان اللي واحد اللي فيهم يعني فكنا بنروح بقى مع الناجي الأهلي في الأيام بقى العز لما كانت طبعا المباريات في الأندية وكان مدرجات مع كابتن عادل هيكلزي منا يجيب لنا الدعوات ونروح بقى زمالك مع دكتور الحجيدي وتعرفت على بعض إزاي بقى يا دكتور حجيدي؟ من خلال بقى بردو المباريات أنا كنت بحب بقى الزمالك بحب بصفة خاصة لعبة حمالك كنت عاملة بقى زي البنات المراهقات كده كراسة وجمعي الصور يعني كنت بتجمعي صور وبقى تحديدا بالزيد 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 والصدفة بقى أخته معي في المدرسة فجت بقى شافني طبعا معها يعني العلاقة يعني فخطبنا بقى على طول أول ما اتخركت وتقدم لوالدي واللي جي خطبني مع والده رئيس نادي الزمالك حسن عامر الله يرحمه وصديق لوالدي فجي بقى ادعمه يعني كمان كانت السنوات جميلة بقى حضرتك برده أكيد أكيد يعني في رحلة حفاظك على إرت عائلة إيماني أكيد المهمة ما كانتش سهلة من جانب فيما يتعلق بتقصير حتى حسن تنشئك وتربية جابت الحازم في حدثك وكمان ده ما أخلش بنجاحات حضرتك على الصعيد المهنش أنا داخلي دايما من نوع المحبة للنجاح وعندي طموح على طول وده خلقته في أولادي كورده بحب دايما وحمادة كمان إن كل واحد لازم فينا يبع عنده حافظ مش إنه نجح في الجزئية يقوم يقف عنده لأ فيه بعدها وبعدها وبعدها يعني أخذ نساء اللحازم مثلا كان بيأخذ دايما أحسن وسط أحسن أخلاق قلت له لأ لازم إن شاء الله أحسن لعب في مصر فعلا خدها كنت مرة في مؤتمر في دمشق أكلمني قال لي أخي أخذتها عشانك أهو فراحي بقى قلت له طبعا حمادة نفس القصة دايما كنت أدعمه أقول له لازم التعليق مش عارفة يعني حتى في بين المباريات يكلمني أخذ رأيي إيه رأيك أقول له لا أخذ بالك كذا مثلا فأخذ أحسن معلق عدة مراته ومش بس في مصر في العالم العربي وحلق وعلق في كل دوريات أوروبا طبع حتى بروح معي مباريات كتيرة في أوروبا حضرت مرة ريال مدريد ومانشستر الله وكن يوميها زي الأيام دي كان يوم العرفة وكنت صايمة وخدت معي صندوش قلت عشان أفتر في المباراة بقى وأنا ريال مدريدية مدريدية بحب ريال مدريد فتسكرت في آي بي كان حمادة طبعا جايبها لي فدخلت قلت بقى هسئون وهفتر بالصندوش يعني فجأت ايه مائدة الرحمة يمكن الله سبحانه وتعالى قالوا شوفي بقى افتاري في مانشستر على أحسن ما يكون عاملين للفي اي بيز بقى عصاير وكل ملاز وطاب فقالت سبحانه الله يعني في آخر بلاد فطبعا حتى فست المتش للمدريد جاب الأوروح تقيمة فست الناس أحركت بقى كل مانشستر بس طبعا طريقة زى ما كنا هنا يعني هنا كنا جمرنا كده الجميل ده كنا بنقعد بدون حواجز بنقعد مع بعض برقية ريتنا عيد تاني الجماهير بس على أساس انها تكون محترمة ما تتنمرش على حد زى ما شفنا في انجلترا يعني بلاد أوروبية للأسف فياريت اتحاد الكرة والأمن يعيدوا الجماهير من قصبة معقولة خمس تلاف مثلا مو هي تنزل أكيد هترجع تدريجيا تكون زى مثلا للناجل اللي هو بيلعب يعني جمهوره فقط نبدأ كبداية جمهور الناجل اللي هو بيلعب صاحب الأرض ونبدأ بقى شوية شوية أكيد الأمنة ده كان قادر بيحمي السبعين ألف والثمانين ألف مش معقول خمس تلاف أكيد طبعا هو يمكن عشان برضو الكورونا وغيره بس إن شاء الله هترجع تدريجيا طيب دكتور ميجي تحكي لنا كنت بتحضري يعني خطبته كنت بتحضري معي بقى الماتشاط لما اتجاوزت كنت بتسافري معي بحريسة تسافري معي كل الماتشاط كنت بتبديقي لما حد مثلا في بلد مسافرة عشان عنده مباراة حد من البنات أو الصحفيات مثلا أنا بحضر يعني كنت حضرت مثلا وست هام كنت حضر أنا وساميلاتي وكل ما كان بيجيب هدف بقى يشاور لي وجاب ثلاث أهداف بيشاور لك هو بيلعب بقى يعني هو بيعمل مشاور الجمهوري بس حضرتك عارفة اللي فيها ايه طبعا أيام جميلة وحضرت كتير من ماتشاف الأهلي ومعاه هو بيلعب حمادة وكنت بنتاز الفرصة بقى بيبقى الشامبيونز ليجي يعني بروح مرة في السنة ومش بروح على طول حياة طبعا لأنه أنا كواستاذة في إعلام وعميدة ما أدفش أسافر على طول فكنت بختار مرة رحلة الشتاء والصيف بروح مرة وهو كمان ما كنت بسافر مؤتمرات كان بيجي معايا بقى يعني لأنه هي السفرية واحدة فبتبقى لذيذة يعني حلوى السفورت أو الدعم يكون من الطرفين أنا حرجع محاضرتك بعد الفصل لنقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وسمي بيحيا الحرية تيمنا بثورة تسعة عشر محمد يحيا الحرية أمام الابن البار وثعلب الملاعب حماد أمام لم تختلف سيرته ومهارته ونجاحه عن والده واستمر في احترام منافسيه وجماهيرهم فكان المقابل عشق الجماهير المصرية له وعاقب اعتزاله شغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك وآخر عنقود المهارات الابن والحفيد حازم محمد يحيا الحرية أمام الذي حافظ على الإرث الكبير رياضيا وأخلاقيا الموهبة الفريدة حازم أمام كان قائدا للزمالك وحصد مختلف البطولات المحلية والقارية وشارك مع منتخب مصر في العديد من المحافل الدولية تحت قيادة العبقري الراحل بحمود الجهري وأبرزها المحفورة في قلوب المصريين بطولة أمم إفريقيا 98 وعاقب الاعتزال شغل عدة مناصب كعضو مجلس القلعة البيضاء ثم عضو مجلس اتحاد الكرة ومؤخرة تم تعيينه نائبا برلمانيا بمجلس النواب ومعه عدة رياضيين أبرزهم حسام غالي كابتن الأهل السابق للاستفادة من خبراتهم الرياضية في لجنة الشباب والرياضة عائلة كروية حفرت اسمها في قلوب كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها وكان خلف الأب حماد أمام والابن البار حازم إمام أهم مصانع ألعاب في مشوارهما هي الأم الدكتورة ماجي الحلواني والتي دونت تاريخ العائلة في كتابها إمبراطورية إمام الكروية أهلا من كل حضراتكم مرة تانية عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي والضفطة العزيزة اللي منورانا ومشرفانا دكتورة ماجي الحلواني وإبنا في الكلام قبل ما نطلع هذا الفاصل عند نقطة كده ذكرتها أنا واند والنقطة دي الحقيقة جديرة جدا بالوقوف عندها بلوة تأمونها لسا فاكرين لا آه لا تابعا لأ أصد خلي بالحضرتك من حاجة اللي خلى الموضوع ملتف في النظر أي زوجة لشخص مجرد أنه معروس لا تسلم بالمشاعر غيرة ما بالحضرتك بقى لما تكوني زوجة لمعشوق الجماهير وحتى الموضوع لم يقتصر عند المعجبين والمعجبات من قبل نادي الزمال نتكلم على مصر والعالم العربي فدي محتاجة حكمة وثبات فعالي وثقة بالناس طبعا بس ما إزاي حازم بقى طبعا آه ده لسه حنيجي بقى طبعا طبعا أكيد يعني الواحد لكن ساعة الجد بقى بيقول إيه هو اللي اخترني فبقى بقى تديني ثقة كده وانت وصلتوا أحيانا للاحظات الجد آه يعني دايماً أقول موقف كان حصل مضحك يعني كنا داخلين نشتري من أحد المحلات اللي بقى إيه يعني حاولت تستزرب بقى كانت من ده فأنا اتضايقت بقى فقلت له مش عاجبني حاجة خالص ومشاوين حاجة من المحلات ومشاوين حاجة من المحلات هشوف حاجة تانية يعني ديه من المواقب اللي فكراها طب الواتيرة خدت شوية مع كابتن حازم بقى والدته حازم بقى كان فعلا وليف مش بقول أي كلام في اليوم بيجيله مش أهل من ألف خطاب وكله بايزين صور فأنا بقى طبعا قلت طبعا نجوميته دي وشعبييته فما قلت له صورة ووقحها هو وبقيتها بقى للمعجبات حضرتك اللي بتبعتك اه على حسابي بقى في الألاف كده وعرف هو الموضوع ده اه طبعا كان مبسوط بقى لأنه بتيجي بقى ردود أفعال طبعا مش مصدقين انه اهتم وبعد صورة يعني كل واحد بالذات البنات بقى كانت تجي هدايا بقى ورود وقلوب بقى كل يوم وده بجيب وعصفير ولسه حد دلوقتي ولا خلاص بقى بعد الجوائح مراته كمان عقلة جدا فبتبقى سعيدة وما بيتصور تقول لهم هاتوا صوركم او حاجات كده يعني مراته عقلة يعني جميل طب وليلي برضو يعني كواليس كانت بتحسن ما بين حضرتك دكتور ماجي ويعني وكابتن الله يرحمه يحيى امام وحمادة امام عفوا وموقف كده مثلا كان مسافر حصل مشكلة عارفتي تتصرفي او معرفتيش تتصرفي احنا عايزين نروح للحاجات الناس ما تعرفاش حتى في برامج تانية ما قلتها لا انا قلتها مرة يعني بس هي في السفر بالزابة كان حصل موقف شديد الغرابة انه كنا لسه متجوزين مم وبعدها حمادة كان طبعا زابط بالقوات المسلاحة فانتدعب للتدريس في جزائر اكاديمية شرشال العسكرية وهو مقاليش بقى انه ممنوع زيارة السيدات فانا بعد ما اتجوزنا هو اتجوزنا مثلا عدنا عشر بطيوم وسافر فبرضو وقت اعيد حاجة كده مش فاكرة بالزبط التاريخ المهم لقيت فترة فضجة حوالي اسبوع او خمس ايام فقلت عامله بقى مفاجئة وروح ايه بقتله تلغراف ايوا ما ادرك ما تلغراف وقتها يعني قلتله انتظر والدي في المطار عشان هيجي يصل فانت يعني استقبله كده فالمهمة وسافرت بقى وراح واهلي وصلوني واصحابي كنت اول مرة سافر برا مواقق خاهرة يعني فافاجئ ان التلغراف ما وصلش محدش منتظرني فانا عشان بجيد الفرنسية رقا طبعا تصرفت رقا طلبة السفارة بقى طبعا في الدفتر التليفونات وقتها التلغراف وصل بعدية مثلا باسبوع حاجة يعني اخلي الموبايل دلوقتي يعني فالمهم بقى اتصلت بالسفارة فطبعا ادولي انا بعتلك عربية وهم النهاردة اجازة فموجين هي شرشال كأنها الاسماعيلية كده على بعد فقال لي هما موجودين في الجزائر العاصمة ياخدك بقى وتلف في الاماكن اللي بيعودوا فيها لاب الدواري عليه حركة مش عارفة وفين اصلا؟ اه بقى مفيش تليفونات طبعا ولا موبايل ولا هاية فقعدنا فين بقى وصلنا؟ المهم فضل بقى في باصيسلي بقى يعني مش مصدق هو طبعا جوا كرسة لانه ممنوع زيارة السائدات طبعا في الجيش حاجة صعبة جدا فريق فوزي بقى كان قائد قوي يعني طبعا من شخصية قوية فهو يعني مش عايز مش عارف يفرح ولا يسألو لا ياخد جيزة ولا يتصرف ازاي طايت الموقف ده فطبعا اضطر كان معارف نفس الشقة وما كل اتنين في الشقة كان وقتها مشير طنطاوي بس طبعا كان مقدم يعني فساب طبعا الشقة عشاني وزوجات بقى كل اللي طبعا الضباط قالوا شمانة مرات حمادة وشمانة فجوم بقى فالفريق لا مايقدروش نيبوا طبعا الفريق فوزي بقى وافق يعني فقلت لهم طبعا كويس انا فتحت بقى الطريق فيك حتة جراءة برضى دكتور ماجيا كانت مفاجأة اه انا هحب كده عمل مفاجأة هنرجع مع حضرتك للنقطة دي بس خلينا بقى معانا عالتليفون كابتن طيار اشرف امام ناجل كابتن حمادة امام طبعا دكتور ماجي صباحا خير على حضرتك يا كابتن صباحا نور ازاي حضرتك اهلا بك اهلا بك سعادة جدا اولا بوجود دكتور ماجي معانا حقيقي وزي ما كنت بقولها وزي ما كلنا عارفين يعني عائلة زمالكايوة لكن كلنا بنحبكوا فالسر فين برضو يا كابتن اشرف ربنا يخليكي طبعا الاول حاجة باشكر حضرتك طبعا على اللقاء مع الوالدة ودي حاجة جميلة جدا من نادي الاهلي وروح جميلة جدا يعني بصراحة الواحد مخصوط منها جدا وطبعا ده يندل على شيء يدل على بصراحة حب يعني حتى جمهور نادي الاهلي للوالدة اللي يرحمه طبعا وطبعا يعني كان ليه ذكرات معك ومع النادي الاهلي كانت جميلة جدا منها طبعا ازاعة المباريات زي ما حضرتك عارفة وتفاؤل جمهور نادي الاهلي وجمهور مصر المطشاط الاهلي مع ازاعة بابا الله يرحمه وكان هو كل القنوات ساعته كانت بتحرص ان مطشاط الاهلي النهائية او المهمة ان بابا يزيع المطشاط بتاعت الاهلي ومثالة مثلا زي مطش الاهلي وقرية المدريد لما الاهلي كسب واحد بابا كان هو اللي زيع المطش الاهلي وصفاته احترافي يعني تحس ان هو شخص لازم الكوئة هو شخص محترف بيزيع وبيفرح للجول الحلوة للاهلي فعشان كده يمكن كالتركيبة برضو جميلة يعني طبعا هو يعني حضرتك هو من الناس اللي هو هو مش متعصر يعني يحب الكرة الحلوة يشجع الاسماعيل يشجع المقاولين بيشجع الاهلي اي كرة بتلعب باطمط فعلا هو بيشجعها صحيح صحيح وكان دايما مهتم بالمطشاط اللي هي في القدمة يعني مثلا نهائي وكده خصوصا المطشاط الاهلي او الزمالك وبيزيعها وبيحضر المباريات ويدمع معلومات وطبعا الحاجات دي كلها بقى يعني ايه بانت في حب الناس اللي بصراحة يعني انا مكدش متوقعة كده اه انا بتكلم عليش بسرعة شوية بس كده اليوم مثلا الجنازة بتاعته لما شفنا اه اه بصراحة كانت حاجة جميلة جدا زمالكوية واهلوية وانا طبعا اقولك شوية حاجات فاكرها يعني يوم وفاته في المقابر يعني واحنا بنتسنه كان كابتن خبيب كان واقف معنا كابتن مختار مختار كابتن ربيع ياسين ويوم الجنازة بالليل كان ساعتها كابتن سيدة عبداليد من دوري فورة ومع مدر الباجنبي انا مش فاكره دلوقتي كان موجود فرقة الاهلي كابتن حسام غالي ومجموعة كبيرة من اللعيبة كلها كانت موجودة وكل بقى اللعيبة القديمة والجديدة والحب الناس اللي جاء يوميها وكانت حاجة بصراحة جميلة جدا يعني الواحد مش قادر انساها ودي يدل على حب زماهير مطر كلها للوالد الله يرحمه يعني صحيح ويمكن ده توارث بعد كده لحازم يعني برضو حازم نال نفس الحب ونفس الكارزمة ده باين جدا في الملعب وخارج يعني داخل الملعب وخارج الملعب بس انا عايز اروت معاك كابتن اشرف انت كنت بتلعب كورة وانتو صغيرين وبعين بطلت واتجهت بقى ليه طريق تاني برضو ليه ما حبيتش تكمل في الكورة؟ والله انا لعبت لغاية سل 17-18 سنة في الناشئين وبعد كده بقى اتجهت للطيران وبعد كده يعني اتملت تاني بقى في نصف بالطريق اول لغاية سنة 24 واعتزلت بقى خلاص يعني ما شغري طبعا خدني من الموضوع ده خالص وخلاص يعني بيت بقى متابع جيد لكل المباريات وكل المقشاط وكده يعني بس بس احنا كسبنا في المقابل كابتن طيار متميز اولا بتصبح على حضرتك وتحياتي ليك وبردو عايزة استقصر حضرتك في سؤال كنت توجهت ديه للولدة دكتورة ماجي وقولها ان المهمة اكيد ما كانتش سهلة ان هي تحافز على ارت عائلة امام فعنا عايزين نعرف بقى رؤية حضرتك يعني وجهة نظر الابن كيف كانت او كيف هي دكتورة ماجي الحلواني كأم طبعا هي دكتورة ماجي الحلواني طبعا يعني كاستاذة جمعة طبعا هي معروفة مش هنتكلم عن الموضوع دك كتير طبعا ليها تلاميزها وعارفينه طبعا يعني تاريخها لكن هنتكلم بقى كأم هي ام بقى هي بتادي تعمل حاجة لسه تتعيبن دلوقتي ما بتشوفها مع اولئة الامور هي من زمان جيتا وهي متابعانا انا وحازم في الكورة بتابع في النظم الصدق او في نادي كبيرة وطبع بعد كده مع حازم في نادي الزمالك في مطشاط وكلها بتسجيله من مطشاط واق مطش مطشة في الفيديو وتقعد تحلله المباريات وكل ده يعني هي اللي بتحلل معلش نقطة يعني كابتن اشرف هي اللي قد بتحلل المباريات كمان اه طبعا تضيله تعليمات لما يرقب فيها بسجيله الاول المباريات بسجيله الاول المباريات واكتب له بقى عليها المبارات كزا حازم لها متاز كمان تقييم مش مبارك عشان يبقى لما يرجع بالليل بقى يتفرج على نفسه هلو جدا طبعا بجانب بقى حضرتك طبعا الحتة الدراسية بتحاوز ايه تتنميها شوية وبقى احلي بتشوف الدور ده 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 حضرتك مع اولاء الامور بتشوف كده الوقت الابهات والامهات بيعودوا وبيروحوا مع ولادهم التمارين ويتفرجوا الكلام ده مكان شي زمان موجود هي اول واحدة من اوائل الناس اللي افتادت الموضوع ده او مش بتروح التمارين وكلها بس دي اهتمام بزيادة لاهتمام بالتفاطيل اهتمام بمثلا بحازم في المعسكر بتمارينه باكله بشربه بكلام ده كله بجانب بتحاول توفق ما بين الحتة اللي هي الدراسية اللي هو يعني يبقى فينا يعني ايه مجاح ما بين الاثنين يعني زي ما بيقولوا يعني جميل جميل جدا على كل حل يعني احنا نورتنا في المكالمة دي متشكرك جدا كابتن اشرف مرسي جدا واسعادة مرة تانية حكررها بوجود والدة حضرتك معنا هيتحبت بيه اي حاجة ولا يعني اه متشكرها الكلام الحلو ده اشوفه بقى وحضرتك طيب نورتنا واتحبتنا بوجود حضرتك معانا وعودة بقى الدكتورة ماجي وطالبا بقى بنتكلم على اه فكرة الحياة العسكرية اللي تقريبا كابتن حازم هو الوحيد اللي ايه يعني اشابت عن السير بانجاز التعليم هو اللوى يحيى امام كمان اللوى اه طبعا من عاشتك كده بقول لحضرتك هو الوحيد بقى اللي فنت من الحياة العسكرية هو كابتن حازم بس انا عايز ارجع للحظة كده معينة برضو نعرف حضرتك مرت عليك اللحظة دي ازاي اللحظة اللي عرفت تيها ان كابتن حمادة سيشارك في حرب اكتوبة هي يعني طبعا فترات صعبة لان كل حياة الجيش الهيئة فيها صعبات دايما طبعا تدريبات وصفر على طول بيبقوا مش متواجدين يعني انا في اشرف ما كانش متواجد حمادة اه وحازم يعني تقريبا نفس الشيء دايما في عندهم دايما تدريبات وصفر وبعدين في النهاية حمادة كان في المخابرات العسكرية برضو يعني عملية مهمة وشقة لا وبذبت الفترة دي كبان بصفر خاصة يعني اه في اول طبعا اشان مش متواجد على طول زي ما قاله اشرف كنت انا بقى اللي بروح معهم لتدريب وقف وتابع ووصلهم بالعربية وارجعا طبعا لسه صغيرين اه بس المخاوف بقى على الزوج اللي هيشارك في حرب اه اكيد طبعا لانه عارف العيلة كلها ماجوز اخته زابط ابن عمه زابط اخويا انا زابط وبقى داخل الحرب الحربين سبعة وستين وتقاتل وسبعين فهنا العيلة كلها يعني قوات مسلحة فطبعا طبعا بالتالي مهيئين نفسيا عندنا والدي مدير سلح المهندسين كان يعني برضو فكلنا عشنا التجربة دي وعارفين اهميتها فعندنا قدرة يعني طبعا للتماسك وحاولة ادارة البيت بقى وشونه طبعا لما جي عرض لحزم تقريبا كانت ستة تسعين في ايطاليا احكينا عن الكواليش بتاعة العرض ده كنت خايفة اللي كنت مبسوطة يعني اه انا كنت مبسوطة جدا بس دايما بقوله ان انا ندمت ان انا مروحتش معاه وقتها انا كان صغير يعني كان وعدين راح في اقوى دولي وقتها كانت ايطاليا هي قمة راح مع يعني برضو مجتمع مختلف تماما حازم الحقيقة يعني يعني اعرف الفروض اللي سبحانه وتعالى ما يسيبش فرد فهو حس كده بغربة نفسية جامدة اه برضو هم بالنسبة لهم انه جاي عليهم واحد بالبلد يعني بالنسبة لهم كرويا مش فطبعا ما كانش بصل له نظرة اللي يعني بالترحيب فهو انا كان نفسي اروح بس طبعا اي وقتها كان رايحين معسكر فكان صعب اروح معايا بس كنت عايزة تروحي عشان تدعمي تدعمه نفسيا ولا عشان تحاولتي عليهم للمعجبات الايطاليات بكلفة مستوى تالي بك ادعمه نفسيا يعني عشان ايه يرجع الي ايه مثلا اكله يرجع يعني برضو صنه صغير وقتها واحد وعشرين كان صغير لكن هو نجح اكتر في هولندا ده معايير هناك روحنا زرنانا وحمادة وحضرنا مباراة كانوا بيتقارنوا بيه وغنوله فعلا يمكن قريب حتى احتفلوا بيه يعني اول مرة تحصل انه احتفلوا بلاعب كان عندهم يعني جاي مثلا جنبي وسلموه وعملوله احتفال في الملعب انه احرز اهداف وكان يطلع كل اسبوع احسن لاعب في هولندا يعني كانت فترة حلوة يعني حلو جدا احنا اسا حدثنا مستمرة ما حضرتك دوتر ماجي وعايزين بقى بعد كده هنروح للكتاب لان الكتاب ده فيه تفاصيل كتيرة جدا كمان فاصل سريع وهنرجع نكامر موسيقى قلت امام من ايام يحلى الوطن ده الراجل كبير كان جول مصر وانا كنت موجب جدا ناصل قديم يعني بتفرج من زماني ويحلى الوطن ده كان اساسي يعني في وجون مصر اي عائلة قروية هما يفهموا فقورة كويس اوي 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 وكان كمة من الادب بالنسبة اللي انا اعرفه اوي 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 كابتن حمد امام الحقيقة طول عمرنا بنحترمه بنحبهم من ايام انا طبعا ملحقتش الكابتن الكبير يحي امام لكن لحقت الكابتن حمد امام والحقيقة احنا كنا كلنا كنا بنحبه لانه انسان محترم وهادئ الطب واخلاقه عالية وشفنا الحقيقة في حازم ابنه نفس الاخلاق العالية احنا بلشكورهم جدا جدا وبحب انه اوجه شكري الخاص وتمنى انه الجماهير المصرية عامة يعني توجه لهم شكر لما قدموه هذه العيلة المحترمة الكروية يعني يمكن يكون احتمالا يعني ابن عن جدا فليهم شكر جزيل الحقيقة عيلة امام اعتباره من اللواء يحي امام مرورا بالكابتن حمد امام منتهاءا بحازم امام الحقيقة اصره الحياة الكروية اصراقا شديد اللي بيخلي الجمهور يحبهم اولا هم بيحبوا اللعبة اللي بيلعبوها وبيلعبوها وبيتفاقوا يعني بيبقى اللعبة اخلاص وفي الوقت نفسه اخلاقه اخلاقه تخلي الجمهور تحبه احنا كجماهير لنادي الاهلي بنعشق عائلة امام لحاجتين اولا تميزهم في الساحة القروية الحاجة التانية انهم يعني يمتلكون من الاخلاق والقيم والمبادئ اللي حببت الجمهور الاهلي جمهور الاهلوية كله في عائلة امام بالنسبة لنادي الاهلي اللي احنا بنتشرب بيها وان احنا بنطبقها علينا احنا كجمهور كمان ان احنا بننبذ التعاصب فاحنا بنحب الاهلة دي فعلا رغم انها زمالكوية فالاهلة دي اثرت في الرياضة المصرية وقالها علاقات راقية جدا مع مختلف الانداء المصرية ومختلف الجمهور المصري اللي شوفناه من خلال هذا التقرير واللي طبعا بطبيعة الحال حضرته معنا دكتورة ماجي الحلواني ده جانب صغير جدا يكاد يكون لا يذكر من المحبة الكبيرة اللي في قلوب كل الاهلوية لقال امام بشكل عام طيب احنا نرجع عن دي عن جدارة وعن استخاف حضرتك اكيد عارفة ولمسة ان مجيش اي حتى شبهة مجاملة انا بس عايزة استأذر حضرتك ان احنا معنا على التليفون صديق قديم لقال الامام معنا على التليفون دكتور طه اسماعيل نجم النادي الاهل السابع طبعا بقول لي على حضرتك دكتور طه ادخل يا كريم ازاي حضرتك سعداء ومتشرفين موجود حضرتك معنا وطبعا منوران ازاي بحضرتك اكيد بتابع دكتورة ماجي الحلواني اهلا وسهلا كابتن طه ازايك طبعا طبعا بقول لي يا دكتور اهلا وسهلا زي حضرتك ربنا يبارك فيك اهلا وسهلا يا مرحب احنا عارفين ان فيه ان فيه تاريخ من الصداقة والمحبة والاخوة يعني بين حضرتك وبين الامام بشكل عام خلينا نعرف ان حضرتك ولو جانب من تفاصيلها بعد اذنك والله طبعا هي عائلة عريقة جدا بدها من المغفور له يحيى امام والد حمادة ثم حسين امام الحكم ومحمود امام كان حكم ايضا نشكر الله عائلة كروية عظيمة جدا وحمادة يمكن يعني التقينا او حبيب لي يعني انتزاملنا في المنتخب وتزاملنا في مباراة الهديو السمالك ضد توتن ام وفي نفس الوقت كنا نتنافس يعني هو في نازل السمالك وانا نتنافس في تسجيل الاهداف حمادة كان لعب موهوب موهوب يعني خلاق عنده وداخل منطقة الجزاء عنده بديهية عظيمة جدا ويخطف اهداف جميلة جدا وممكن انتشاشة مباراة وست هام وانتزامالك سجل فيها اهداف عظيمة جدا ومباراة تتنهام حتى اللي احنا اتزاملنا فيها الاهل الزمالك سجل هدف عظيم جدا وعمل للهدف الاولاني هو مرض للهدف الاولاني تربطني به علاقة جميلة جدا حمادة الله يرحمه كان مرح جدا وحبوب مع الناس كلها يعني طول ما بيقابل ناس على طول بيكلم ناس وجهه باش وينكت وحاجات عظيمة جدا يعني ان له محبة في قلوب الناس كلها محبة كبيرة جدا وانا الحقيقة يعني ساعدت معها سعادة عظيمة جدا في هذه المنافسة الشريفة في الملعب في تسجيل الالاف وفي لقاءاتي معها شخصيا كنت بستمتع بهذه اللقاءات مع شخصية عظيمة ميحة عظيمة جدا وعنده ذكاء كروي كبير جدا احنا وحنا بنكلم ايضا في الازاعة ازاعة المباريات وكان يعني له سمم معروفة جدا وكان دايما من خرم ابرة اللي بوالي لك لما جاء لقب بالتعلب مش من فراغ اللقب ده وحنا بنتكلم مع حضرتك شوفنا صورة بتيالي مفيش ابلغ من كده يعني بتبين قدر المحبة والاحترام والمعزل بين حضرتك وبين كبش الحمادة وانت شايله على كدفك فالصورة الحقيقة يعني بليغة جدا بكانش هو يبقى معلومة اللي تقريبتي بقى بغلوب بس ده مبنعش من علاقة طبعا زي اللحن نتكلم في التفاصيل يا دكتور طاها صباح الفلة على حضرتك اولا اقول الشيخ طاها انهي الاقرب انا عارفة ان الشيخ طاها طاها حديك بتحبه جدا هذا اللقب ايضا سهلة على نفسك اي حاجة تقريبك انا بصبح على حضرتك وزي بحضرتك ابتديت احنا سعداء ان دكتور ماجي عندنا طبعا في قناة الاهلي وهي محبوبة وزوجها كان محبوب جدا الله يرحمه وحازم الناس طبعا عائلة جميلة حقيقة يعني طبعا كانت قريمة لحمادة وجابولنا من اكبر المواهب العظيمة جدا حازم امام وايضا هذا اعمليه صدقت معايا ولو النساء صارق سن كتير انما يعني حق شيخ طاها معانا ولا ايه الصوت راح نعم حضرتك معانا يا فندم سمعنا الصوت بس راح شوية انا كنت عايزة نرحم حضرتك لسؤال اخيرة ونقطة اخيرة سريعا وفكرة هنا العلاقة الطيبة اللي كانت موجودة بين يعني لعيبة الاندية المختلفة وهذه الروح الرياضية وفكرة نبدل يعني التطرف في الملاعب والتعصب عايزين نعرف دلوقتي المقارنة ما بين الماضي والان يعني ازاي ممكن نوصل للأسف اني حقول للماضي او زي الماضي هذه العلاقة الطيبة اللي كانت موجودة يعني انا انا شايفت العلاقة يعني ما تأثرتش كتير يعني زي زمان سواء السوشيال ميديا اثرت كتير صحيح وطبعا لونت الجو العام طبعا بتعصب كل واحد لنا دي وبعدين ايضا كمان في دخلت عاجات كتير او في السوشيال ميديا عكرت هذا الامر انما نعتقد اللعيبة زمان كانت الدنيا بسيطة جدا وكنا نتقابل في الاهلي في الزمالك وكان المنتخبات نبقى في المنتخب مثلا معسكرين في اتحاد الكورة واحيانا كلنا نروح نتغذى في النادي الاهلي واحيانا نبقى المعسكر في البنك الاهلي في البابة ونروح النادي الزمالك جميعا فكانت المواد ده موجودة اثناء المباريات حتى طرائش كانت تحصل ولا حكيت قبل كده طرائش ديني وبين بعض اللعيبة من نادي الزمالك فكانت العملية سهلة جدا وحتى الناس تتزاوروا وبعد المباريات ما كانت فيه ما يؤثر على هذه الروح هو يمكن اه على مستوى الجماهير فعلا هي اللي اختلفت شوية دكتور طاها يعني مستوى الجماهير شوية بالسوشيل ميديا زي ما حريك بتقول فعلا هي اللي اثرت نعم يعني هو من اللي بقول لحظلة السوشيل ميديا لا في كل هذه الكالم هو الناس بتستثير الامور اكثر وتصعد الامور اكثر لكن بين اللعيبة وبعضها انا عايش وشاكت مفيش اي حاجة حتى لايش اي مشاكل بتخصصية يعني حضارك بتتكلم على زمن كل تفاصيله وكل مفرداته كانت ضاية في الاحترام والرقي وحاجة جميلة جدا احنا سعداء جدا بمشاركة حضرتك معانا في حلقتنا النهاردة نورتنا انا اتعيق جدا بهذه المقابلة وتحياتي احتراماتي شكرا لك لتراماجي عظيمة جدا وانجاب سبيل عظيم وحاجة انا سطحول به انا اكون في هذه الاتحاقة وباشكلكم جميعا احنا اللي بنشكر حضرتك جزيلي شكرا لك شكرا لك بلسي جدا لمشاركتك معانا نروح بقى للكتاب خلينا نروح مع حضرتك لهذا الكتاب العظيمة البقى له تقريبا اسبوع في در المعرض الكتاب بالضبط وامبراطورية امام الكروية صحيح هيا نعرف مع حضرتك في حفلة توقية برضو في المعرض ان شاء الله انا اوحازم انا اوبا هناك ساعة واحدة في قاعة ثلاثة بحيث نوقع على الكتاب وفيه كمان تفصيلة جديدة انا تعرفتها من حضرتك فكرة اللي هيكون مقروب ومسموع اه في باركود تقريبا هنا في باركود ايوه باركود اهو بزات الاهداف وده مسلا معلم عليها جان هدف كابتن حمادة مع كابتن طه اسماعيل اللي هو ده هو لفتو تنهم الاسيست فيه جميل اوي جميل فبعد اهداف طبعا حمادة واكتر اهداف لحازل انه طبعا كان متواجد بس تقصيلة دي جديدة يعني الناس هنا على باركود ده تقدر ان هي تفتح الكاميرا تفتح الكاميرا وبعدين يطلع لها كل ده مرقي ومسموع يطلع لها على الكامير على الكاميرت الموبايل ها كاميرت الموبايل الاقاء كله بقى يعني الهدف نفسه واستهامل اهداف بتاعت حمادة حازم بقى حطاله مهارات وكده الهاجات انا بحبها اصلية جدا لما بيقعد يرقص الناس كده بالمناسبة وحضرتك ويوقعهم وبتاعك بالمناسبة وحضرتك بصدد كتابة هذا الكتاب قبل ما يكتمل كنت بتجدي سعادة اكتر في اللي انت تسردي او تحتي على قصص كابتن حمادة امام ولا كنت بتسعدي اكتر بقصصك اللي انت بتكتديها وبتحقيها عن كابتن حازم ولا في تساوي والله الاثنين يعني هو الكتاب عن الاثنين لانه نفسه وحتى طبعا الجد يعني نفس السمات يعني هي انا بقولي هي عيلة ليس لها مسيل في العالم الجد والابن والحفيجي بقوا في نفس الناجح اسماءهم رنانة ومشهورة كابتن الفريق محبوبين يعني من الجماهير فهم ما فيش في العالم عيلة يعني يمكن حازم قالي انه مالجيني في ايطاليا الحفيد بس لسه عنده 16 سنة ما بقى زي حازم يعني فاز ببطولات دولية او كده لكن احنا امام هي السباقة يعني في التاريخ حتى الان يعني يه طبعا حاجات الناس اتعرفاش يعني حازم بقى هو صغير وحاجات كده لذيذة يعني من من بين الحاجات اللذيذة برضو يعني في وقت عندك ولا يمتيش نا عندنا كانوا حازم والشباب بقى بلعبوا في نادي جزيرة والصيد يعني عشان قرى يبلبتنوا لسه هم مصغيرين يعني قلنا كده يتدربوا بتاع ماما حمد اعمل لهم مباراة مع نادي الزمالك لانه كان جميل قوي زمن يعملوا مباراة الناشئين قبل الكبار فكان الجمهور يعرف بقى الناشئين دول من بدري فلعبوا بقى خدوا لهم مثلا خمسة واحد حاجة يجب الجمهور بقى قاعد كبير وانا قاعدة بقى وجدته كلنا وعماته فرحانين بقى بحازموا نازلين بقى شعرهم فالجمهور بقى يبتريق يعني طبعا يبتوع اللي جبنا الرومي دول يبتوع لغادي بقى شعرهم لهم اللعيبة الإكسلانسات يعني المهم بقى ناعدة فواحد ورايا فنزل حازم بقى بيبدله يعني نزل قزع بقى كده مش عالها سبع سنين حاجة كده فاللي ورايا بيقول قال يعني بقى هيجيب تجيب من دي اللي بسطلو ايوه هيجيب طبعا تجيب لما تشوف واسا فكانت حاجات لزيزة بقى كده طبعا كده بحضر يعني دايما معامهم مصغيرين بقى مرة بردو جالنا في نادي السيد كنت واقفة بردو كابتن عبدالصمد كان بيروح بيكتشب الفرق الناشئين يعني هو حتى خد كابتن هشام احنا في نادي السيد بره أوكي فكان بيقول لي حازم على انه يروح لطولو لا ده إلا ده مفيش ناري ده تبع الزمالك كده طبعا مواقف لزيزة يعني طبعا طبعا بالحقيقة يعني احنا كل حاجة بتؤكد ان احنا بنتكلم او اتكلمنا في حلقة النهار ده عن عائلة استثنائية بكل ما تحميله الكلمة من معنى ربنا يجيما عليكم يا فندي محبة الناس وتقديرهم واهترامهم دي حالة مش بتتكرر كتير مش قادر اقول لحضرك احنا ساعدنا الى ادارة اه بجدنا الله يعني كان يوم جميل ولقاء جميل ووجودك ان شاء الله تاخدوا العشرة بقى من كده يعني ايه باذن الله لا باذن الله ومزيد من التقلق بعضين الاحفاد قبل ما نختم بس تسألك عن الاحفاد بفيش احفاد ولاية خالصة للاسف اه مش للاسف طبعا هم اجمل من حاجة اه تلاتة كانوا هياخدوا نفس المسيناك اه كان نفسينا يعني في حفيد يكمل المسيرة بس بس بنتة حزن بقى الصغيرة اه بتلعب فوتبول اه شويتة شمال كمان رجلاش اه طب حاول جدا اه ده هي زال امر كده قلت لها بقى الجمهورة يجي عكسك مش هيشوفر على لعبك بس بجينات ممتدة للدرجات دي ماشا الله وبالنسبة للحفيد ربنا يبعت يا بكتورة ان شاء الله ربنا يسهل بقى ان شاء الله بس هي ممكن تدخل اكاديمية دلوقتي وبعدين ماشي اه بتروح طبعا اه بتروح منشان بس قريب لبيتها بتروح اكاديمية هناك عشان ما تبونش اعلان يعني بالمناسبة يا بكتورة هو فعلا او الى اي درجة من زاوية حضرتك فعلا المقولة القول المأثور جملة ان اعز الولد والد والد اكيد والله يعني لا الولد ده حاجة الواحدة لكن الحفيد ده احساس حاجة رهيبة ربنا يفرحك بيهم يا رب يعني انت بقى طاير كده من الفرحة ما تشوفهم داخلين عليك كده حاجة مختلفة تماما يعني ربنا يخليهم لك نورتينا دكتور ماجي بجد وبنحبك كلنا ربنا يخليكم انا بحبكم على المقابلة الجميلة بشكركم على ادائكم الجميل شكرا ليك وسعيدا كنت متواجدة معاكم شرف دينا واللقائك الجميل يعني لمجرد وجود حضرتك معنا نورتينا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا احنا بس نستاذي الحضرتكم قبل ما نختم معاكم الحلقة ما نروح مرة تانية لازم من العزيز فاروق صلاح عشان برضو نعرف انه اخر المستجدات فاروق اهلا بك مرة ثانية اتفضل من جديد ده كل اتحية لك كريم كل اتحية لك انا هواندي طبعا برحب بالدكتورة ماجل الحلواني طبعا وعايز ابرك لها على اصدار كتاب عائلة امام القروية طبعا عائلة لها بعد طويل جدا في كرة القدم المصرية لكن خلينا اقولك كريم با احنا بنتكلم على اخر استعدادات فريق النادي الاهلي الى السفر الى المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز في المباراة النهاية لدور ابطال افريقيا يعني خلينا من ضمن الاخبار الحاصرة لنا من خلال قناة النادي الاهلي اكدلك على سلبية مسحد جميع افراد بأثت فريق النادي الاهلي المستعدة للسفر الى المغرب الى كازابلانكا ايضا من النقاط المهمة ان الفريق الاهلي بالكامل الاهلي بكامل عناصر فريق النادي الاهلي يعني وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وكريم ندفد وجميع افراد بأثت لعاب النادي الاهلي كلهم مسافرين مع الفريق ان شاء الله الى المغرب فريق هيستقل الطائرة في تمام الساعة الرابعة الى المغرب ان شاء الله يعني من البرنامج اللي قدرنا يعني خلال حدثنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز ان الفريق اول مران ليه هيكون غدا بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب التساعة بتوقيت القائرة هو نفس توقيت المباراة هيكون اول مبامران للأهل غدا إن شاء الله في المغرب بكل الطموحات بكل الأحلام محملة اللعاب للنادل اللي أنهو المران اليوم منذ لحظات دقيقة يعني لحظات قليلة أنهى الفريق المران اللي يعني غلب عليه الجدية والندية والتركيز ما بين اللعبين والروح الجميلة يعني من ضمن كلام اللعبين مع بعض في الملعب يا جماعة عندنا مطش مهم جدا كمان خمس أيام كلنا نركز في هذه المباراة إن شاء الله لعبة النادلالي وفريق النادلالي وبعثة فريق النادلالي طبعا اللي بيرأسها الكابتن محمود الخطيب ترجع لنا إن شاء الله بالبطولة العاشرة وزي ما أنت قلت يا كريم وقالتنا هوادي إن شاء الله يوم الحد نحتفن ونقول صباح العاشرة بمشيت الله صباح النادلالي وصباح المصر نورتنا ومنشكرة جزيلا الشوكس من العزيز فاروق صلاح وإن شاء الله زي ما كنا بنقول من شوية أنا ونهوان توصلوا بالسلامة إن شاء الله طبعا اللي قريق والبعث بالكامل توصل بسلامة وإن شاء الله يرجعوننا سالمين وغانمين حنشوف كورة حلوة كمانة أهم حاجة هنقول بإذن الله بس يعني عايزين كمان نشوف كورة حلوة وده أكيد وثقين منه الحلقة النهاردة خلست خلينا يعني نمشي دلوقتي نجيلكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعشرة صفر صفر شكرا